سهلا الخير على حضراتكو أهلا بيكو في حلقاتنا المتتابعة حول سوء الدهب وتحديدا توقعات الأسعار حلقة التوقعات الأخيرة كانت عليها نسبة مشاهدة كبيرة جدا وصلت إلى 250 ألف مشاهدة على اليوتيوب فقط وكان فيها بعض الأسئلة اللي احنا نحاول نجاوب عليها في حلقة النهاردة من أسواق وهو توجهات الأسعار في النصف الثاني من عام 2021 يا ترى الأسعار النصف الثاني من السنة دي هتروح على فين هل هترتفع ولا هتنخفض ويا ترى مؤشر السوق العالمي رايح فين ومؤشر السوق المصري رايح فين وفق التدولات وفق برضو بعض المتغيرات الاقتصادية اللي هنحاول نتكلم عنها في حلقة النهاردة في النصف الثاني من 2021 بنتكلم عن بعض الأحداث الاقتصادية التي قد تؤدي إلى تغير كبير في حلقة الأسعار الحدث الأول أن العالم بيرتقبه وربما نلاقي تأثير كبير على أسعار الدهب وهو استمرار التلقيح ضد فيروس كورونا لحياء أن عملية التلقيح دي لها تأثير مباشر على قرارات المستثمرين بشأن الشراء أو عدم شراء الدهب خلال الفترة المقبلة وتحديدا النصف الثاني من عام 2021 يعني بشكل أدق ومبسط لو عملية التلقيح مشت بشكل طبيعي في الدول ولقنا أن بعض الدول بتتراجح فيها معدل الإصابة وأن العقارات المختلفة أو اللقاح المختلف لفيروس كورونا بيجيب نتيجة كويسة في بعض الدول زي الهند والصين واليابان اللي بتسجل ارتفاعات كبيرة جدا في الإصابات وده كان سبب رئيسي في أن أسعار الدهب ترتفع الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2021 بصورة كبيرة لو لقينا منحنة الإصابات بيتراجع وبعض اللقاحات تنجح في عملية السيطرة على الوباء بالفعل هنلاقي أسعار الدهب خلال الفترة اللي جاية لازم تتراجع من غير مناقشة لأن المستثمرين خايفين ولما بيخافوا بيروخوا على الملازات الآمنة وعلى رأسها الدهب لما المستثمر يخاف من ركود اقتصادي أو بعض المشاكل الاقتصادية بالطبع بيلجأ إلى شراء الدهب ويخزن منه كميات كبيرة في بورسة العقود الأجلة علشان موضوع أنه يحافظ على قيمة العملة من التقلبات الاقتصادية يبقى الحدث الأول اللي احنا بنرتخبه هو عملية التلقيح لفيروس كورونا لو مشت بالشكل اللي احنا بنتنبأه أنها تكون بشكل طبيعي وأن الأسواق يحصل فيها عملية النجاح لهذا اللقاح هنلاقي الأسعار بتاعة الدهب تتراجع طيب هل فيه متغيرات تانية ممكن تحكم عملية الدهب أو عملية تسعير الدهب طبعا فيه حاجات كتير جدا لكن أبرزهم في فترة اللي جاي احنا نتكلم على بعض الحاجات اللي ممكن تحصل وتأثر بشكل كبير زي موضوع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأسواق القبرى في أوروبا وروسيا وبعض الأسواق والصين واليابان لو التضخم بيشهد ارتفاعات ملحوظة هنلاقي بلا مناقشة أسعار الدهب ترتفع لأن ارتفاع التضخم يعني قيمة العملة بتتراجع والمستثمر لما بيلاقي قيمة العملة بتتراجع بيروح يحط فلوسه بشكل كبير جدا في الدهب وهنا بنتكلم على استثمارات بالمليارات وشراء الدهب بالطن وليس بالجرام ودي طبعا شركاته مؤسسات كبرى وليس أفراد دي الحاجة التانية يبقى صعود مؤشرات التضخم وإحنا بنتوقع في الفترة اللي جاية أن التضخم قد يزيد في بعض الدول وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة قطة في التحفيز اللي بيكون نتيجة لها ضخ ملياراتها بدولارات في الأسواق علشان عملية الامتعاش الاقتصادي وطبيعي ضخ أي فلوس في أي أسواق ربما بيتبعها زيادة في عملية الإنفاق وزيادة في الطلب على السلع المختلفة ومن ثم يحدث ارتفاع في التضخم وارتفاع التضخم هنلاقي يقابله ارتفاع أسعار الدهب بيكون مؤشر إلى أن السوق بيرتفع الطلب في النفط عليه فده معناه أن في حراق اقتصادي جاي فالمستثمرين بيبدأوا يتنبؤوا أن الاقتصاد العالمي داخل على عملية انتعاش وما إلى ذلك بنلاقي الأسعار بتتراجع طيب هل في عامل تانية؟ طبعا ما يسمى عائد السندات في الولايات المتحدة الأمريكية بيكون مؤثر وبشكل كبير جدا في أسعار الدهب والعلاقة بينه وبين الدهب علاقة عكسية بمجرد ارتفاع عائد السندات في أمريكا ولو ربع نقطة من لاقي أسعار الدهب تتراجع والعكس صحيح وزي ما شفنا في أبريل 2021 عائد السندات ارتفع فلاقينا سعر الأونص الدهب ارتفعت إلى مستوات 1800 و 1780 دولار طيب ده كده بالنسبة لكراءة لوضع السوق العالمي وزي ما قلنا هذه التوقعات تقبل مع أو ضد يعني لو حصل عكس اللي احنا قلناه نلاقي الأسعار زي ما قلنا هتتغير طيب في مصر هنا السوق رايح فين وممكن نوصل لو ارتفعنا نبقى قد ايه ولو انخفضنا نبقى قد ايه في النصف الثاني من عام 2021 الحديث عن إنه السعر في حالة ارتفاعه زي ما قلنا وفق التوقعات اللي احنا تكلمنا عليها في بداية الحلقة ممكن جدا الارتفاعات دي توصل بينا لمتوسط سعر 820 جنيه للجرام من عيار 21 طبعا احنا بنتكلم عن زيادة نتصل الى 45 جنيه من السعر اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي طب في حالة الهبوط بقى حالة الهبوط لو طبعا زي ما قلنا الاسواء انت عاشت وعائد السندات يحصل فيه عملية هبوط هنلاقي طبعا سعر الدهب قد يتراجح في مصر الى مستويات تصل الى 740 جنيه من عيار 21 يبقى دول الى اتنين سيناريو والى همشي ثالث وطبعا لو كان في النص او فيه تزبزب هنلاقي زي ما قلت لحضراتكم السعر بيكون متوسط بتاعه 760 الى 770 جنيه وده السعر اللي هو شهر مايو وشهر ابريل ده وفق التوقعات المتاح حاليا يبقى الى اتنين سيناريو اللي احنا بتكلم عليهم 820 جنيه ده سيناريو الارتفاع و740 جنيه سيناريو الهبوط وهذه التوقعات قابلة للتغير وفق ما تشهده الاسواق العالمية من احداث نشكركم لحسن المتابعة وانتظرونا في حلقات جديدة من اسواق